مسابقة المزمار الذهبي اطرب تؤجر أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعيش مع القرآن نعيش مع بركات القرآن نعيش في حيم القرآن نعيش في تجليات القرآن نعيش مع القرآن نصبح ونمسي ونغدو مع القرآن عسى أن يتحقق فينا بركات القرآن ونفحات القرآن اليوم سوف نذهب معا وسوية إلى مقام آخر وهو مقام البيت فيما سبق أخذنا مقام الرست وأخذنا اشتقاقين اثنين من مقام الرست وهو مقام السوزنك ومقام النايرز أو السوزد الله ولعل السائل يتساءل هل اكتفين باشتقاقات مقام الرست باختلاف درجاته ومعانيه ودلالاته التركيبية وشخصيته المستقلة هل أنهينا اشتقاقات مقام الرست؟ كلا لأننا لو أفردنا اشتقاقات مقام الرست لو وجدناها تمتد إلى تسع أو ثمان اشتقاقات ولكن للاختصار والإفادة أتينا باشتقاقين اثنين كما قلت سالفا السوزنك وهو حجاز في المستوى الثاني ورست في المستوى الأول وسوزد الآر بياتي على درجة الحسيني في المستوى الثاني ورست على درجة الرست في المستوى الأول اليوم نذهب معا إلى مقام آخر وهو مقام البياتي ما هي دلالات هذا المقام؟ ما هي استعمالات هذا المقام؟ ما هو هذا المقام؟ مقام البياتي مقام عربي الأصلي كمقام الرست تجده في كل البيئة العربية تجده في الحجاز تجده في بلاد الشام تجده في بلاد العراق تجده في بلاد اليمن تجده في بلاد مصر تجده في بلاد ليبيا والمغرب العربي كلهم يتناولون هذا المقام ولكن هذا التناول يختلف من بيئة إلى أخرى كما أفردنا ذلك في مقام الرست فما هو مقام البياتي وما دا يتضمن مقام البياتي مقام البياتي إذا أردنا فرحا وحبورا وسرورا ائتي بمقام البياتي إذا أردنا نشاطا وحيوية ائتي بمقام البياتي إذا أردنا حزنا وشجونا ائتنا بمقام البياتي إذن لمقام البياتي تعبيرات قوية القوة النشاط الشجن الحس المرهف الحزن العمق في الدلالة مقام البياتي يشتق من سلم مقام الرست أي أنه في الدرجة الثانية من مقام الرست في الدرجة الثانية من مقام الرست لو أنني قلت لكم الآن مقام الرست ثم ارتفعت درجة واحدة ستسمعون رائحة أو نكهة لمقام البياتي فانتبهوا معي بسم الله الرحمن الرحيم الدرجة الأولى أرست الآن بسم الله الرحمن الرحيم استهلال لمقام بياتي بسم الله الرحمن الرحيم سأأخذه في درجة أخرى لكي تبطبح بسم الله الرحمن الرحيم رست عن نوع أرفع قليلا بسم الله الرحمن الرحيم استعداد لتلقي مقام بياتي إذن الدرجة الثانية من مقام الرست هي بداية واستفتاح مقام البياتي البياتي يبدأ من الدرجة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم الثالثة هذا جنس الجذع أو المستوى الأول لكل مقام جنسين جنس الأول وجنس آخر الجنس الأول في مقام البياتي يبدأ من الدرجة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم الثالثة ارتفعنا قليلا عفوا فضيل الشيخ يعني هذه الدرجات يعني نستطيع أن نقول أن الجذع هو في منطقة الوسط والجنس في منطقة الجوارة والفرع في منطقة الجوارة نعم صحيح نعم بالدرجة التي تبتدئ بها إذن أعيد الدرجة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السالسة أطبخ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بياتي في منطقة الجوارة في المستوى الأول ثم في منطقة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم درجة الثالثة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا مقام البياتي هذا مقام البياتي إذن أتيتم من المستوى الأول ثم المستوى الثاني كما سمعتم والآن مع تطبيق المشايخ سوف تكون الفائدة أعم وأشمل نبتدئ بالشيخ عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم نعم نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتح الله عليه بارك الله أستمع إلى الشيخ أحمد وليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم بارك الله فيك أسمعك الله كل خير نستمع إلى الشيخ أحمدك نعم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بارك الله فيك أسمعك الله كل خير نستمع إلى الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيك أسمعك الله كل خير نستمع إلى الشيخ محمد فاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم فتح الله عليك بارك الله فيك مع أن البسمة لكانت في مقام الحجاز بارك الله فيك نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بارك الله فيك بارك الله فيك أسمعكم الله خير نستمع إلى الشيخ سيد في المقام البياتي ثم أعلق على قراءتكم كلكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيك وأسمعك الله كل خير نتناول معا مقام البياتي واستمعنا إلى أصوات القراء المشايخ وسأعلق تعليقا عام في مقام الرست أخذنا الرست على درجات مختلفة ووضحت لكم أنه قبل تناول مقام أي مقام يجب معرفة الدرجة الصوتية والطبقة الصوتية في مقام البياتي لم أفرض على هؤلاء القراء درجة معينة لكي أضمن كل واحد منهم الدرجة التي يرتاح فيها ويبتدئ منها فلاحظت بعض القصور في اختيارات بعض القراء الآن ولكن سوف أجمع هذا كله في مثال التطبيق الآن قبل أن أطبق هذا المثال أريد أن أنوه لكل مقام دلالات تعبيرية لكل مقام دلالات تعبيرية هذه الدلالات توظف من شخصية القارئ سواء كانت شجن أو حزن أو سرور أو فرح أو نشاط هل لمقام البيات دلالات مختلفة تعبيرية وإن كان له دلالات تعبيرية أذكر أهلا يا عبد الرحمن أين كنت حينما ذكرت أن للبياتي دلالات النشاط والحزن والفرارة نعم نعم ولكن الآن عدت لكي أوضح وأركز على نقطة معينة هذه الدلالات أعيد وأقول دلالات الفرح دلالات الحزن دلالات الشجن دلالات المحاكاء ما يقال له الالتماس شخص يحاور شخصا كسيدنا إبراهيم يحاور أبيه كدلك حوار النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش حوارات البشر لبعضهم البعض نستخدم فيها مقام البياتي لأن فيها مضمين كذلك النشاط كذلك القوة كذلك الإحساس المرهف كلها موجودة في مقام البياتي سوف أقرأ على مسامعكم سورة وأسألكم بعدها بماذا أحسستم وللأخرج من مقام البياتي فاستمعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع نجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفا وزرابي مبثوثة صدق الله العظيم ما الذي وصل إليكم كل واحد يسأل على حدة ماذا وصل إليك في الآيات طبعا آيات تحتوي على حال أهل الشقاء الذين وجوههم خاشعة عاملة ناصبة ثم حال أهل الإيمان الذين وجوههم مضيئة مستبشرة ثم وصف لنعيم الجنة ماذا سمعتم؟ يعني يا شيخ أنا أود أولا شكرك على أنك قد ميزت بين أهل الشقاء في طبقة معينة من مقام البياتي بارك الله فيك وميزت لأهل النعيم بطبقة معينة من مقام البياتي مثال انتظرني قليلا يا عبد الرحمن لكي نفيد المستمع والمشاهد تمييز الطبقة له دلالات معنوية هل أتكلم عن أهل الشقاء بطبقة عالية وأهل الكفء وأهل الإيمان بطبقة دنيا أيها الإخوة المشاهدون فاصل ونواصل فابقوا معنا يا جبال يا جبال أوبي معه والطير يا جبال يا جبال أوبي معه والطير هل أتكلم حينما يتكلم الكفار حوار الكفار المشركين بطبقة عليا وحينما رب العزة يتكلم عن داته العالية سبحانه وتعالى أتكلم بطبقة دنيا هذا والله محال هل أتكلم عن نعيم الجنة بطبقة دنيا ونعيم وجحيم وأهوال النار بطبقة عليا هذا والله لا يستقل نعم استمر يا عبد الرحمن طبعا مثل إذا أنت ما شاء الله عليك يا فضيل الشيخ الجليل العظيم بارك الله فيك أنت قرأت هل أتاك حديث الغاشية نعم وجوه يومئذ خاشعة ثم جئت إلى أهل الإماء وجوه يومئذ ناعمة هذه أفادت شيئا عظيما ما هو؟ هذه الحركة تدل على شجن معين ونغمة معينة تجعل أي مستمع يستمع إلى هذه الآيات يا شيخنا يستمع إلى هذه الآيات ويحس بأنه فعلا يتخيل هذا المنظر أمامه الآن وهو الآن فرح مسرور بأهل الجنة وأنت أو أي واحد يقرأ بنغمة معينة لكل حال من أحوال القؤان ويجعل المستمع يحس بشجم معينة مثال بعض القراء إذا سمعت منهم سورة يوسف نعم تحس بأن سورة يوسف تحس بأن هناك شجم معين يجعلك تتخيل أنك أنت الذي في السجن وأنك أنت الذي ألقيت في البئر وأنك أنت الآن وزيو الخزانة المصري يعني هذه الأشياء لابد أن تبينها لنا يا فضيل الشيخ وأنا أحسست بأني أتخيل فعلا هايبان هايبان هايباني المنظرين وجزاك الله خيرا على هذه التلاوة الرائعة يا شيخنا العحبي بارك الله وفيك أحسنت 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 ماذا وصل إليك يا شيخ أحمد باختصار فضيلة الشيخ أحسست بشيء عجيب يعني كأنك أنت في نهر مقام البياتي هذا النهر ضف مقام الصبع وضف مقام العجم فعندما ببدأت في آيات الجحيم أعوذ بالله كنت تقترب إلى مقام الصبع لكن في نهر البيات في ضفة البيات أما عندما مثلا صورت لنا للزرابي والمبثثة والسرر والنعيم كأنك اقتربت إلى مقام العجم هكذا شعرت بي علاقة شعور صادق شعور صادق ونبي بارك الله بك شاء الله نعم شيخ أبو بكر ماذا أيت ماذا أيت أي تعليقات أريد أن أسمع تعليقاتكم وتطبيقاتكم إن عندكم تطبيق إن عندكم تطبيق نعم كما قال الشيخ أحمد يعني مسست الصبع في الآيات العذاب ومسست العجم في آيات الفرح والسر وهذا وهذا شيخ أبو نسألك يعني تستطيع أن تفعل ذلك في أي مقام أو مقام البيات فقط يا سلام على السؤال تطرقنا إلى مقام الرسط ومقام الرسط يحتوي أيضا كل الدلالات التي أشرنا إليها الآن أنا لست من الذين يؤمنون بتمييز المقام بصفة معينة تلازمه كما هو متعارف عليه لا أنقذ هذه النظرية ولست ضدها ولكن حال القارئ كما قلت في بداية حلقاتي الأولى حال القارئ ومقام القارئ ونفسية القارئ وراحة القارئ واختيار الطبقة للقارئ هي التي تضعنا في مقام الحزن وهي التي تضعنا في مقام الفرح وهي التي تضعنا في مقام النشاط وهي التي تضعنا في مقام الفرح والسرور والحبور مهما كان المقام سواء كان رست أم بياتي أم عجب أم نهوند بارك الله فيك يا شيخ الجميل في القراءة شيخ أنك لم تخرج من بياتي لم أخرج من بياتي لكن طبقها اختلفت قليلا هل تستطيع فعل ذلك مثلا في مقام كما مثلا الكرد نعم نعم سوف نتطرق إلى مقام الكرد بهذه الكيفية بارك الله فيك السلام الشيخ سيد فضل تعليقكم والله تعليقي أن كان هناك تصوير جيد للآيات بارك الله فيك الشيخ علي تعليقي وأن تقرأ كنت أسمع وأكتب ما هي الصفات التي سأسمعها في مقام البياتي الذي أختص بالبياتي فما سمعت إلا حزن وسرور حزن وسرور بارك الله فيك ماذا سمعت يا شيخ محمد فتح ما وصل إليك شعور أنا أريد شعور لا شعور المتخصص شعور ماذا وصل إليك سمعت إلى الشيخ محمد قرأ بمقام البياتي ثم تعرج إلى مقام الصبع قليلا ثم قرأ العجم فأريد منه أن يقرأ بمقام الصبع سؤالي لكل مقام دلالات يا شيخ محمد قلنا دلالات هل وصل إليك عندما تكلمت عندما قرأت هل أتاك حريط الغاشية وهي وصف واسم من أسماء يوم القيامة أسماء الغاشية هل أتاك حريط الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية قرأتها بأسلوب وأنا في مقام بياتي ثم بعد ذلك دخلت إلى حال أهل النعيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية قرأتها في مقام بياتي ولكن ما وصل إليك هل كان هل كان السياق نفس السياق في البداية وفي القفل ماذا وصل إليك من شعور أنا أريد شعور كان في فرق كبير يا شيخ بارك الله فيك وأحسن بارك الله فيك شيخ يوسف شيخنا هو شعور لا يختلف عن زملاء كثيرا كان يوجد تمييز كبير جدا بين حال أهل الشقاء وحال أهل النعيم فهذا لا صوت معين وهذا لا صوت معين بارك الله فيك شيخ نعم هل يطلق على القراءة التي قرأتها الآن في سورة الغاشية هل يطلق على هذا القراءة إحساس إحساس القاري إحساس القاري وحالة القاري وهذا كله وهذا كله اسمه مقام حالة القاري وإحساس القاري وشجن القاري وتعبيرات القاري كلها مجتمعة في أربع حروف ميم قاف ألف ميم مقام فإن كان بياتي وأنت تريد بحزن فأنت في الحزن وإن كان بياتي وأنت تريد السرور فأنت في السرور وإن كان بياتي وأنت تريد الحركة والنشاط فأنت في حركة والنشاط لأن هكذا المقام هذا أنا من الذين يعتبرون هذه التعبيرات لا أخص مقاما معينا بحزن أو شيء نعم عندك تعليق شخصي فضلوا الأخ اللي بيقول نريد التطبيق بالآيات أقول كلمة الآية تدل عن مضمونها أو مضمون الآية يدل عن ما هي عليه يعني آية العذاب لا آتيها بسيك أو لا آتي بها بسيك وإنما آتي بها برصد أو بياتي أو بصبع عذاب يعني ألم حصرة ندامة يعني كيف يتألم وكيف يندم فهذه مقامات الحزن الحزن العميق يا شيخ سيد أنت قلت الآن آية عذاب لا أأتي بها بمقام السيك ولكن إذا أتينا إلى مقام السيك وأتينا بآيات عذاب وتوظفناها في مقام السيك وتستمى وتقول لي أشعرت بعذاب من مقام السيك كيف يكون رأيك أنا داتي ما ممكن ما ممكن صعبة سوف نأتي بها إن شاء الله في خينها في مقام السيك إن شاء الله عفواني يا شيخ من المعروف بين القراء أنه عندما يأتي بآيات العذاب يأتي بالصبع وعندما يأتي بآيات الفرح كما قال الشيخ يأتي بالسيك ويأتي بالعجم فالفنيات والإحساس أن يأتي بالبيات متعارف عليه شيخ محمد شيخ أبو بكر متعارف عليه هذا متعارف عليه ولكن ليس قانونا قانون كما أفردت سالفا قانون الحال أنت تملكه قانون الإحساس أنت تملكه ما تريد أن توصله أنت تملكه مع التوظيف في اختيار الطبقة تعالي طبقة هني قليلا ثم هني تعالي تخفض قليلا يعني فضلت الشيخ لا تجعل المقامات حاكمة عليك لا تجعل المقام حاكمة عليك أنت المقام أنت الذي توظف المقام أنت الذي تجعل من المقام حركة أو شجون أو إحساس نعم شيخ سيد هل ممكن أن أقول الذين كفروا لهم عذاب شديد أنت قلتك دخلت بي إلى مقام السكة ولا أريد أن أدخل مقام السكة الآن لكن أو عنك انظر الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا لهم عذاب شديد إذا أراد إنسان شخص حافظ القرآن عنده ملكة أصدقاء الصوت نعم وأراد أن يصلي بالناس إماما نعم في التراويح في التهجد حتى في صلاة عادية نعم معروفة في الصلاة المخروفة هل يقرأ بمقام واحد أم أنه إذا قرأ بالمقامات كلها أو إذا قرأ مثلا بين في التراويح كل أربع ركعات بمقام أو يعني ماذا يفعل بالنسبة للفنيات في هذا الموضوع ماذا يفعل حتى يشعر الذي أمامه أنه يعني يحس بالآية أم أن إذا مر على آية عذاب يأتي بالصبع أو إذا مر على آية فرح يأتي بالسيكة أو بالرصد أو بالعجم الجمع بين ذلك أهدى سبيله ما معنى ذلك لو أنه كان بارعا لو كان بارعا في معرفته في معرفته الجيدة بالمقامات يأتي بالرصد وفروع الرصد والله الرصد كافي والله مقام الرصد كافي ولذلك يقال عنه أبو المقامات وفيه كده نهوان كده عجم بالنسبة لمقام الرصد فوالله كافي لكن ما فيش باس أنك تجمع أنك تجيب آية كما قلت صبع أو تأتي بدلالة العجم أو تأتي بدلالة الحجاز أو تأتي بدلالة البيات في منطقة معينة وآية معينة ما فيش باس الجمع بينهما توفيق نرجع أيها السادة الكرام أخذنا المقام البياتي في درجة معينة فهل يترى يختلف الإحساس من درجة إلى أخرى هل يعطينا دلالات أخرى ودلالات معينة حينما نختلف في الطبقة من درجة إلى أخرى نعم نعم إذا أخذنا البياتي على الدرجة الأولى في درجة البياتي درجة الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية من سلم الرصد يعطينا ما تسمعونه الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عرف الطبقة الأولى في مقابياتي إذا رفعت درجة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دلالة أخرى إذا استفعت قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين إياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إحساس وعين إذا ارتفعت إلى النواء بات النواء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعطاني دلالة أخرى إذا أتيت إلى البياتي حسيني أعلى درجة من كنت التي فيها هذه الخامسة الدرجة السادسة بياتي في الدرجة السادسة يطلق عليه بياتي حسيني ماذا تسمعون؟ تسمعون شيئا ندية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دلالة أخرى إذن المختصر المفيد من هذا التطبيق أن أي مقام أي مقام من درجة إلى أخرى وأنت في نفس المقام يعطيك دلالة أخرى إذن السر في اختيار طبقة لأن كل طبقة تعطيك دلالة أخرى كل طبقة تعطيك سبحات معينة تعطيك روح معينة تعطيك أشواق معينة تعطيك حس معين إذن الطبقة أيها القاري الطبقة أيها المستمع مستمع لها دور كبير فلو اخترت عشوائيا القراءة الذين هم أمامي فقلت اقرأ يا شيخ أبا بكر بأي درجة تراها أنت لكن لا بأي درجة تراها أنت وأنا سوف أعبر ثم أخذ شيخ آخر وأعبر في مقام البيات اعطيني أي درجة وقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كيف ترد عليه يا شيخ علي بدرجة معينة من البيئة اليمنية ما لا تقول اعطيني لون آخر لون آخر نحن في مقام البيئة لسنا في اشتقاقات البيئة ولكن تسمعون ألوان مختلفة في مقام البيئة بدون اشتقاقات نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتح الله عليك يا شيخ سيد لو أعطيتك طبقة معينة مقصودة طبق معينة لكي نسمع حس الحسيني البيئة الحسيني البيئة الحسيني أعطيك درجة الحسيني وتأتيني بمقام البيئة بهذا الحس أريده في منطقة الواصل القرار والجواب فاستمع إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين نعم شيخ سيد في هذه الجوة بسم الله الرحمن الرحيم هذا مقام حسيني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رب العالمين الشيخ قرأ بمقام الحسيني هل تسمعون بمقام الحسيني؟ مقام الحسيني هو عبارة عن بياتي نحن في طبقة بياتي الذي هو في درجة ثانية من اشتقاق مقام الرست البياتي نأخذه كله ونضعه وننزل به قليلاً ثلاث درجات مخفضة إلى درجة الحسيني ونتناول من الدرجة الدنيا قبل الرسم ثلاث درجات مخفضة في القرار ونصعد إلى الدرجة السادسة جواب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا مقام الحسيني أرجو من الله العزي العلي القدير أن نكون قد وفقنا لما يحبه ويرضاه وإلى لقاء آخر إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة قناة الفجر يا خيرا حباه الله للدنيا وصخرها لنا حتى نحقق غاية عولية قناة الفجر يا خيرا حباه الله للدنيا وصخرها لنا حتى نحقق غاية عولية قداة الفجر أعشقها ومثلي لا تلوه